السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا داكاترة احنا حاليا طبعا في ميديول الكارديوفاسكولار سيستم وكنا اتفقنا بلكده انه منه اناتومي وقلمست خلصناه ومنه فسولوجي وخلصنا بعض منه والمادة الثالثة اللي هنبدأها النهاردة هي والله الفسولوجي او علم وظائف الاعضاء وعندنا مادة ربعة واخيرة الا وهي البيوكيبستري ما علينا بيها دلوقتي شايفين الفسولوجي دا يا داكاترة وزي بقية المواد هنقسمه على حسب اسم الميديول بتاعنا لجزئين الجزء الاولاني الكارديو يعني الهارت والجزء التاني الفاسكولار يعني البيزلس او الاوعية الدموية اللي طالعة من القلب هنجي كده عند الهارت ونبدأ به ونقسمه لتلاتة مين توبيكس تكذو كلمة مين يعني رئيسي الاولاني وموضوعنا النهاردة باذن الله هو الكاردياك بروبرتيز تمام ثم طبعا وباذن الله تعالى عندنا الكاردياك سايكل ويتبعه الكاردياك اوتبوت بالكاردياك بروبرتيز بتاعكم الحكمة ان احنا النهاردة ان شاء الله هنمسك الكاردياك بروبرتيز ديت وقابليها تشابتة زغنون كده اسمه ونرجحهم مع بعض ونشوف الاسئلة المتاحة عنهم طالما هم لسه بداية الميديول وعلى الله توكلنا بدون اي مقدمات اكتر ونبدأ على طول ان شاء الله قالوا سبحانك لا علم لنا لا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم هنيجي هنا في الكتاب عند صفحة رقم تلاتة وتلاتين واكارر تاني سواء انت بتدرس من الكتاب او من مذكرات خارجية مفيش مشكلة الكلام والمفهوم هو نفسه في الفيسوليجي بتاع الهارت اول حاجة معانا معلومات سبقة من السيركوليشن كل اللي جايين من السنوية مهما كان طرفها لازم ان يكون عنده خلفية عن الموضوع الاولاني ده في احنا هنختصره سريعا كده بيقولك السي بي اس ده مكون من القلب والاوعية الدموية بتاعته وطبعا مقفولة على اساس ان الارتريز اللي طالع من القلب هتتحول الى كابيلرز ثم الكابيلرز ديت ترجع وتتحول الى وترجع تصم في القلب تاني فما فيش اي فتحة هي مقفولة وهنا طبعا صورة للقلب بتاعنا والسيركوليشن اللي بتحصل فيه وباختصار شديد عندنا اربعة شامبرز في القلب واللي باللون الازرق ده يعني دي اكسجينيت بلود واللي باللون الاحمر يعني اكسجينيت بلود بعدنا اي دا كاترة اتنين على السريع كده رقم واحد او الجزء ده هيضخ الدم للرقة عشان يتاكسد ويرجع تاني وهو متحول لونه للاحمر فيلزل ويتضخل كل الجسم عشان يتغذب الاكسجين ويرجع تاني عن طريق السوبيريور والانفيريور بنا كابا كده وباختصار شديد قوي الجزء اللي جمنا سيريت فيه هو ده عشان الاسم التاني ليها هو والسيستم التاني او التانية اسمها على اساس ان ده تغذية لكل بتاعت الجسم كده اخدنا فكرة سريعة ونكمل الشرح بتاعته او المراجعة بمعنى اضافة وطبعا تفاصيل والحاجات دي اخدناها في الاناتوم سواء كان اسامي او اي حاجة تاني ماشي؟ اللي يهمنا من الجزء ده هنا اللي بيكلمنا عن القلب انه والله كلمة يساوي كلمة وكلمة يساوي كلمة متلغبط ما بينهم مفيش مشكلة حرف دي اهو ممكن تغتصرها من حروف او كلمة يعني توسع اثناء وقسمنا القلب او المضخة دية لجزء ايه؟ الجزء اليمين بيدخل ريقتين بضغط خفيف على اساس انه عضو واحد بس اللي هيستلم الدم ده لكن الجزء الشمال هيدخل الجسم كله على ضغطة ايه؟ ونزل تحت مع بعض كده ويعرفنا الفرق بين والله الاتريم ده وباختصار شغلته ان يجمع الدم بس ويبعثه لل اللي هو بيبامب او بيدخل دم ماشي نكمل المراجعة بتاعتنا بيقول لك هنسميه على اساس انه مضخة عالية دي اي لكن بيدخه يعني ايه؟ يعني كمية شبه سبتة طالما بيدخه ل لكن ده الكمية بتاعته بتختلف قوي طالما الاعضاء اللي بعت لها احتياجها بيختلف قوي فالرنج هنا طويل او كبير مقارنة بالرنج الصغير بتاع ما علينا ده اسم كده يعني فانسي اما هنسميها على اساس ان هي بتضخ الدم على ضغط عالية ماشي هنزل تحت كده عند او ترجمتها الصمامات بتسمح مرور الدم في اتجاه واحد ومنها نوعين في القلب ما بين العليمين اسمه حرف نفتكر بينه العليمين واللي على الشمال اسمه حرف نفتكر انه اما النوع التاني من الصمامات اسمه على اساس انه نصف قمرية يعني هلال منها ومنها وبرضه معلومات عامية من الاناتومي كلها والنوعين بتاع السوركليشن اللي شرحناهم لسه حالا وعرفنا ان البلموناري اسمها البلموناري على اساس ان هي بتنفولف اللي في اللانجس لكن السيستيمك سيركوليشن بتنفولف الجاز اكس تشينج لبقية الاجزاء بتاعت جسمنا ونزل تحت هنا وندخل على توبك تاني بعد موضوع السيركوليشن بعدوان طبعا دي عنوان صغير برضو وعند دخل فيه عنه انه والله في بعض الانسجة من عضلات القلب اتحولت وبقيت سبيشن بعدها الخاصية ان هي الامة يعني بتنتج كهرباء ساعتها نسميها النو ده لتشوه وكلمة يعني تجمع من الخلايا العصبية قصد تجمع من الخلايا عامة او ان هي تتكاري وساعتها نسميها تشوه بكده معنا نوعين اما النوع الاولاني من الخلايا المميزة ديت وهم متوزعين على منطقتين من اسمها موجودة في ساينو اتريال نود ساينو جاية من كلمة معناها سبيس ده موجود فين? في الايتريال يعني موجود في الايتريام فين خصيصا في الرايت سايد طب الايتروفنتريكلر نود من اسمها ما بين الايتريام والفنتريكل يعني فين بالضبط في سبتم او الحاجة اذا بيفصل ما بينهم اسموا الانتر اتريال سبتم الريضم وديك مهمة للعملي الاس اي نود بتطلع تسعين امبالس في الدقيقة لكن الافي نود بتطلع ستين والقلب القلب بيسمع كلام الاسرع فكده مين اللي هيتحكم في القلب? الاس اي نود طبعا ما هي اللي شغالة فعش كده هي كلمة يعني خطوة او اقاعة يعني بتعمل الاقاعة لكن الافي نود هتبقى لو الاس اي نود خربت عشان القلب بيسمع كلام الاسرع بالدليل ان لو الافي نود دية تتجننت القلب بيسمع كلامها حتى لو اس النود كتشغال عادي ماشي النيربس سبلاي ده نكتب جنبيه انه بس يعني بينظم لاما يسرع او يقلل الرقم اللي احنا شايفين قدامنا ده ده تسعين بس مش رقم سيبت ممكن يزيد نقطة يقل لنقطة كده يعني هو من ستين لحد مية مشانا اختلف وننزل تحت كده ونكمل الكلام بتاعنا بيقولك الكهربا من الاس اي نود بتنتقل عن طريق حاجة اسمها انتر يعني يعني العقد سواء كدية او دية فهم ما بينهم في انتيريور وميدل وبستيريور بتنقل من هنا لهنا مش بينتجوا الكهربا بس بيتنقل بينقلوها تمام اللي هو النوع التاني معنا ثلاثة نركز عليهم الاولين اسمه او الهس باندل ده مفهاش شرح لكن مختصة من يعني ما بين والبطين هنشوف الكلام ده على صورة دلوقتي بس نذكرهم كاسماء ولا نشوفهم على صورة احسن سانية شوف لكم صورة ان شفت الصورة دي هي تمثل في الكتاب هنلاقي الاس نود ده هي الاس اي نود موجودة في يبقى كده رقم واحد هنا هتنتج الجهربا وتتنقل عن طريق واحد اتنين تلاتة لحد ما توصل نالت عن طريق بس واي احنا هنا هتروح تتقلبل او تتحول الى باندل باندل يعني كزا فايبر مع بعض هينزل الباندل ده ويتقسم لواحد شمال واحد يمين ويطلع منه في الاخر كده اسمها ومعلومة مهمة هنا ان في الحتة ديت اسمها او كنا سمعنا عنها في الاناتومي وقلنا السبب وجودها مع انها معمولة بالرايت باندل برانش عادي الا ان السبب وجودها ان الوول بتاع الروفيع بالمقاردة فكان لازم الباندل برانش اليمين يعمل لنا باندل واحدي ظهرة كده بيتتنقل فيه الكهربا عادي ما عليها شفنا الكلام على صورة هقول لكم هنا معلومة مهمة ان اللي بيوصل بتاع القلب هم الباندل برانشيز بس اللي باندل اللي راح يتغذي اليمين والباندل الشمال هم بس اللي بيوصلوا للايب ماشي فنرجع كده للكلام بتاعنا ونعرف ان كانوا تلاتة هي باندل وكلمة هنا يعني ان هم ما منتكلمش في كانت نودل تشو وهتنقسم باندل هتنقسم وبعدين تنقسم تاني لبرانشيز اكتر اسمها ونجيب القلم الحبر بتاعنا ونخطى تحت ونحط هنا علامة مهمة عشان ونكمل لحد ما نوصل لموضوعنا الرئيسي اللي هو باذن الله تعالى والكاردياك بروبرتس انا كاترة ان شاء الله تبقى موضوع سهل وخفيف قدر الامكان يعني خصائص يعني هارت فهي الخصائص بتاعة القلب كما خاصية عندنا اربعة ايه اول واحدة جاية من كلمة معناها اقاع معنى كده انها هيكون فيه للقلب بمنطق تبقى جام كلمة معناها الذاتية يعني ممكن تنتج كهربا بدون الاعتماد عن من اللي كان بينتج كهربا كان النود اللي تشو سواء او وكمان يبدا تشو غير انه بينتج كمان ماشي ارقام بتتحفظ اعلى واحد بتسمع كلام وتسعين بعد كده ستين بعد كده تلاتين وندخل تحت كده وبيقول لك من هم التلاتة اللي احنا قلناهم دلوقتي وكاتب لك بعض الخصائص دي خصائص بتاع يهمنا بيبقى عند مينس اربعين طبعا المصطلحات دي كلها عندنا خلفية عنها من مديولات صبق فانا هتلاقوني مبعدهاش احنا هنا وقت براجعة مش موجود او موجود بس يعني رقم غير سابق مش مينس تسعين زي لسكيلة المصر مش هنختلف احنا بس هنعدى على المعلومات المهمة دلوقتي اللي احنا شايفينه بالاحمر هنا هو بتاعة لكن المرزوم بالاخضر ده بتاع المصر معنى كده اللي احنا عندنا النوعين من هندرسه الاولين هنبدأه دلوقتي بتاعة اللي هم بينتجوا الكهرباء الوحدية ماشي ماشي الاوليني بسيطة على عكس ما متخيل لانه خمسة خمسة بس قبل بانبدأ من كلمة عادينا نعرف ان هي بتساوي حاجتين رقم واحد رقم اتنين واحنا عارفين ان بيحصل بسبب دخول السوديوم او الكالسيوم يبقى كده السوديوم او الكالسيوم انفلوكس على اساس ان الخلية هي هندخل جواها بوزيتف فيحصل والكهرة اما من معلوماتنا السابقة عارفين ان هي بسبب ودي حفظ خروج البوتاسيوم او للتعقيد دخول الكولورايد الشوحنة سالبة بس هنشيل المعلومة دي دلوقتي عشان ما نعقدش نفس ده دلوقتي لو الخلية هي هيطلع منها البوتاسيوم يعني هنطلع البوتاسيوم لبرا فهنرجع كده للريستنج ببراين وتنشل ونعمل ماشي ماشي بس نتفق على المبدئين دول وندخل على طول في اول معانا طبعا احنا عارفين اللي احنا هنبدأ بعدك نروح اول معلومة نعرفها ان رقم واحد واثنين وتلاتة كلهم طويل شوية على عكس قدام هناخد مع ان هو الطويل فالموضوع بدعكسه عشان نقارنهم مع بعض ونحفظهم ما ننساهمش ماشي بكده رقم واحد واتنين وتلاتة حاجة من الاتنين دول رقم واحد رقم اتنين وتلاتة الكالسيوم يبا احنا مرة اخترنا الاولى ومرة اخترنا التانية منطقي اه منطقي رقم اربعة اللي من باقية من واحنا عارفين هي بسبب بوتاسيوم خلاص حطها بوتاسيوم وخلصنا على كده الموضوع بسيط قوي او والله بسيط كده بس ايه في حبة نقاط لازم نضيفها عشان نكمل الصورة مش اكتر النقطة الاولى انه الاولينية والتانية نقول عليهم على اساس ان كلمة دي معناها قبل وهي حصلت ما قبل الاكشن التالتة دي النقطة الاولى النقطة التانية علشان نحب نعاقل نفسنا اكتر هنعمل كده ونحوط على ونكتب رقم واحد تمام تمام بعدين عندنا والله شفتوا الموضوع بسيط ازاي الخطة الاولى والتانية والتالتة كلهم وبالمناسبة الفرق من الخطة التانية والتالتة البوابات اللي بتدخل منها مش اكتر واحدة بتبقى او بتفتح مدة قصيرة والتانية بتبقى او بتفتح مدة طويلة مش اكتر بعد كده عندنا الرابعة ونرجع تاني زي ما بدأنا في ايه اه انستابل تمام تمام ندخل بقى على طول على النقاط اللي بعد كده وعلى الله يتوكلنا اه صح بالنسبة للارقام فانا عاوزكم تحفظوا الرقمين اللي احنا ذكرناهم قبل كده نسيتوهم ولا ايه يعني انا هنا في ارقام كتير اه بس اهم رقمين فين زي ما احنا شايفين هنا ماينس اربعين حصلت في التالتة وصلنا لها في التالتة التانية وبعد كده هنا التالتة ماشي مش نختلف بس احنا هنروح على النقطة اللي بعد كده وبيتكلمنا هنا عن حاجة اسمها اللسلوب ده معناها كده الميل الميلان بتاع الكيرب كده زي ما احنا شايفين كده بالخط ده او اسألكم سؤال ده اسرع اللي باللون الوردي ولا ده اسرع اللي باللون الاخضر هتقولولي اللي باللون الاخضر فعلا هو الاسرع على اساس انه اخد وقت قليل طايم قليل لكن التاني اللي باللون الوردي ده اخد طايم اعلى بكتير والضبط تعريف الاسلوب هو التقرب الى لحد ما اللاين يبقى حرفيا يعني الطايم بتاعه يساوي زيرو تمام تمام كل ما نزود الاسلوب يبقى احنا كده ما نزود الهارت ريت لان احنا هنا بنرسم طب ايه الحاجات اللي ممكن يزود الهارت ريت والحاجات اللي ممكن تقليلها كلها منطقية جدا اللي هيعمل بتاكي كارديا السيستم السيمباثاتيك بتاع الفايت اند فلايت لو عملنا الاستميليشن عام تاكي كارد كتيكولاميس اللي هما هنزود درجة الحرارة ودي معلومة مهمة لو زودنا درجة حرارة القلب هيضخه اسرع واقوى والهايبوكاليميا نقص البوتاسيوم لما بيقل بيعمل بتاكي كارديا ليه? علشان البوتاسيوم ده كان شغلانته ايه? في كان شغلانته ريبولاريزيشن طب يعني ريبولاريزيشن يعني والله الريلاكسيشن بتاع المصل طب دلوقتي احنا لو قللنا البوتاسيوم فمش يحصل ريبولاريزيشن او هيقل الريبولاريزيشن مع كده هيقل الريلاكسيشن فالمصل ببي ان كونتراكت دستيت فيحصل تاكي كارديا مش هتلحق تستريح ضخها على طول والثايروكسين اللي بيزود الميتابوليزم اللي ما اخذنا في الاندوكرايد وعكس الحاجات ديت اللي بتنقص اللوب موجودة هنا بتعمل برادي كارديا او بطء ضربات القلب ومنهم مسلا ونفس المبدأ كان شغلانته ايه فوق كان شغلانته كلمة واحدة بس يعني يعني كونتراكشن لو قفلنا الكالسيوم نقفل فيحصل او برادي كارديا لو بطء ضربات القلب ماشي كلام منطقي وسالس وحيل الحد دلوقتي ونكمل مع بعض بقية الكتاب ودخلنا في رقم اتنين الكندكتيفتي الكندكتيفتي كلمة واحدة استثارة يعني القدرة لنقن الاشارة العصبية او القدرة للاستجابة بالكندكتيف سيستم اللي احنا اخذناها هنا مش في منه بينتج اه طب في منه تاني بينقش كده اه دي بقى الكندكتيفتي هنا الكلام ده كله كنا قرأناها فوق قبل كده ماشي نيجي هنا والمعلومة مهمة جدا 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 عند الحتة ديت وهتمنى في العملي برضو ان شاء الله بيقول لك وباختصار او سرعة نقل الكهرباء بيختلف على حسب مين اللي بينقلو طب كم السرعة ديت والله هي واحد ميلي ساكنز لكلهم ايوة لكلهم معادة حاجتين بيتسئلوا عليهم في كتير جدا مش عاوز اقول لكم ديت ابطأ حاجة نكتب بينقصين كده في بيحصل فيه اللي هو وهنشوف ازاي بيبانا على ان شاء الله تاني نقطة معنا وديت وهنعرف دلوقتي هي ليه الحكمة مش عاوزين نطلع ما اتنا بين وما بين مثلا كان اخدناها مين اعلى كان والله طب ابطأهم في هناك كان البروكينج فايبرز ده بقى الممكن تطلقبطه فيه لان البروكينج فايبرز ابطأ في بس اسرع هو شغلنته في الحياة ان هو يدقل الكهرباء فعشان كده بينقل بسرعة مش شغلنته ده ينتج ده النوت سهية اللي بتنتج تمام المهم ننزل تحت كده ونعرف الاسباب دلوقتي مع بعض وباختصار هي عشان عندها وليلة كنا خلنا في دول للايونيك كونتينيويتش وعكسها الماني للبروكينجي اللي كانت الفاصل ماشي ماشي نعرف بقى السبب عشان احنا في الفسوليج هنا مش هستوليج الاي بي نود من مكانها نود يعني العقدة اللي بابين الاتريام والفينتريكل هتوصل الكهرباء وبين الاتريام اللي بتنتجها الاس اي نود وتوديها للفينتريكل فتوزحها ليه هتعمل الدليل بتاعنا عشان تسمح للاوزين او الاتريا ان هي تفضي الدم منها طب لو ما سمحتش ان هي تفضي الدم اللي هيحصل هتضخ الدم قبل ما تيتميلي كامل وقبل ما الاتريا ما تفضي فهم الاتنين هيكونوا وده هينتج يعني الاتريا لسه ما مبدأتش في الراكسيشن راح فعكس اتجاهها اعمل برضي فلازم نعمل وده طبيعي تمام تمام ليه بقى اللي كلمة ملاهاش اي شرح لكن هي بتوصل الكهرباء نبصينا على الصورة بتاعتنا اللي احنا شايفنا هنا دي هنلاقي ان والله بعد ما تبعت تبعت هيتحول بعدين تحول ويطلع منهم اللي احنا اللي انا مخطط عليهم ديت مسلا البروكنجي بايبرس مين وشمال عشان او يعملوا فهم الشغلنتهم ان يعملوا دلوقتي هما لو كانوا بطاقة او سعراتهم مختلفة مش كان ممكن مسلا اليمين يضخ قبل الشمال اه ممكن ومش ممكن مسلا عشان هما بطاقة ما يضخوش دم بقوة كفاية طالما وصلوهم اشارة عصبية بطيئة اه ممكن عشان كده هما اسرع حرفية ماشي ونكمل مع بعض وندخل على رقم تلاتة اسمها او احنا خدنا فوق اده كثرة وعرفناهم باختصار بوتاسيوم كالسيوم كالسيوم او انا اسف سوديوم كالسيوم كالسيوم بعدها بوتاسي حروف عرفنا اول تلاتة انفلاكس وبعد كده الرابع تمام هنا بقى هناخد الاردينري كاردياك ماسل فايبرس البيس ميكر دول كانوا دلوقتي هناخد الاردينري في فرق اه في فرق هنعرفه دلوقتي الاردينري اسهل بكتير لانه من معلوماتنا السابقة احنا عارفين الاسكيلة المصل والاكشة بتاعتها كان والله بنبدأ من عند ماينس تسعين او وبعد ما بيحصل بعد ما بيحصل بيحصل وننزل تاني ونكمل عادي مش ده اللي بيحصل اه في الاول اهو حصل له بعد كده ورجعنا تاني منطقي منطقي جدا ده اللي احنا اتفقنا عليه بتسوي حاجتين رقم واحد رقم اتنين في وانا بحب المقارنة علشان ما ننساش دي ولا اللغبة دي مع دي الباسمكر هناك كان الاولى والتانية والتالتة يعني ذهقونا كنا قلنا صوديوم كالسيوم كالسيوم التلاتة دول كانوا بيعملوا هنا بقى مع الاردينري اللي هيزهقنا هو هيبقوا تلاتة شفتوا كل مرة حاجة ذهقنا نعمل ايه احنا بقى نمسح الكلام ده وما نعقدش الدنيا ايه بيحصل بسبب ايه نفس المبادئ اللي اتفقنا عليها في الاول بيحصل بسبب دخول قال صوديوم صوديوم انفلاكس تبريب ده والله خروق قال متاسم ده معلماتنا من المفاجأة المفاجأة بقى ان الجراف ده يساوي اهو انا بكتبه بكل الصقة ومخط كبير يساوي الجراف اللي احنا شايفينه ده اشي احنا مش عادة عقد نفسنا هو ده هو ده مفيش اي فرق معا ده اختلاف واحد بس شايفين الخط ده ده اسمه بلاتون ده خلينا في النص كده عشان يرخم علينا لكن الحقيقة ان احنا لو مسكنا الحتة ديت وشلناها البلاتون هنلاقي ان الخط فيز واحد ده ايقوم نازل ومكمل عادي زي ما احنا شايفينه هنا هو هنا هو 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 بس كمة البلاتون ديت اللازم ان نعرف اللي بيحصل فيه منطقي منطقي والله الحال هنقسم الموضوع دلوقتي بقى الفيز عشان نعرف احنا بنتكلم في ايه الفيز رقم زيرو هي ديبولاريزيشن وبيحصل فيها سوديوم انفولكس زي ما اتفأت الفيز رقم اتنين هيحصل فيها سوديوم افولكس هي والفيز رقم تلاتة ليه? اصل هم حتة واحدة واحد وثلاثة هم اللي اتنين حتة واحدة اللي هيدخل لده في النص هو البلاتون ده وهي هنا المعلومة الوحيدة اللي مفروض نعرفها بس انه هيحصل برضو سوديوم بتاسم افولكس ايه ده? وما الفين المعلومة? المعلومة انه هيحصل عكسه. عكسه يا داكاترا انه خروج الكالسيو. هيعاكس دخول السوديوم. فمش هيحصل ولا بوزدف ولا هناك ونمشي بخط مستقيم كده. على الرقم اللي موجود جنبينا. مش هيزيد يعني ولا هيقل. عشان فيه تعادل في فرق الشحنان. لحد هنا منطقي. اه منطقي. نروح بقى على الفيز رقم اربعة. والفيز رقم اربعة ديت هي ودي انا مش هشرحها تاني دلوقتي. غير لما تثبتوا المعامات الفاتت الاول. عشان رقم انا عارف كانت عارفيني عن ايه واللي بيعملها من اسكيلات المصر. تمام? تمام. السؤال كان قاتي. ليه سمينا الفيز زير وفيز زير? ليه يعني مش فيز واحد? عشان والله يا دا كترة هي الفيز الوحيدة اللي بيحصل فيها لكن واحد واتنين وتلاتة اللي هي دي ودي ودي هيحصلوا فيها دا ما اتفقنا. احنا هنا بنتكلم في معنا ستيب واحد واتنين وتلاتة طب في كان والله الفيز واحد واتنين وتلاتة هنا طول هنا وهناك طول. كل واحدة وبتتحب تمرأع في مكان تاني. عفظنا بتاعة انه والله سوديوم كالسيوم كالسيوم بوتاسيوم حروف بس ضربنا السيف اتنين. برضو سوديوم بوتاسيوم وما بينهم كالسيوم شفتوا اه هو نفسه هو هو برضو اه هو هو هنشوف دلاتة مع معا. شوفوا في بسبب دخول السوديوم. بسبب خروج البوتاسيوم. وفيز اتنين برضو بسبب خروج البوتاسيوم. بس مش باينة هنا مكتوبة تحت. بس جينا عند فيز رقم اتنين. وحبينا نرخم عليكم. فجبنا الكالسيوم. قلنا لأ ده انت لازم تدخل يا كالسيوم. وتعاكس خروج البوتاسيوم. فيدينا زيرو اكشن بوتينشا. او يعني زيرو ميلي فولس تشينجي. ولو لا البلاتو حصل هنا ده. ما كناش اصلا قسمناه فيز واحد وزير واثنين وتلاتة. كنا قلنا على واحد وتلاتة واثنين نفس الفيز. كنا اسمها ما علينا. الموضوع الواضح هنا والله الحمد. هنروح بس بقالنا في زقم اربعة الا وهي ودي من معلماتنا السابقة حتى هنا مشترحها لك. انه يعني او فرق الجهد بتاع الغشاء الخلية العضلية بتاعتنا هنا يعني ما بتنقلش الا الكهرباء. بحكتين وسوديو بوتاسيوم بامب. هنا السوديو بوتاسيوم بامب. اللي والله بتدخل اتنين سوديو واتطلع تلاتة بوتاسيوم. بالتالي في فرق واحد اهو واحد طلع برة. فهنحفظ على جوة بالمقارنة مع برة. هي الاهم لو تفتكروا بتحفظ على ستة وتمانين من الموضوع ده. عن طريق ان هي بتسمح للبوتاسيوم يخرج اكتر من ان السوديو يدخل جوه. او العكس. المهم اللي احنا هنخلي جوة مقارنة بالبرة وده هو ماشي. خلصنا كده الاتنين بتوعنا والله الحمد. وندخل على حبة معرفشهم بليه بيكتبوا الكلام. فاقول مستصفحة كاملة مع انها ممكن يختصر في مش عارف اقول لكم بعض الحروف. وصل الى كترة او العلاقات علينا منهم تلات علاقات. هنقارن مع تلات حاجات. رقم واحد احنا هنا مقارنة طبعا بالاكشن بتاعت ايه? الاردينري ماسكولر اكشن بتاعت. اردينري مش البيز ميكر. ماشي احنا هنا في الاردينري. لو تفتكروا احنا اخدنا عشان بس محدش يتوه اربعة بنمسح بس دي كده. اربعة رقم واحد سمعنا عن وهنا اخدنا الاكشن بتاعت البيز ميكر. اصلهمة اللي بينتجوا اما رقم تلاتة واللي احنا مدلسة دلوقتي اخدنا فيها بتاع الاردينري مصل. تمام? ودي اللي احنا بنلس معها الريليشنز دلوقتي. وباختصار الريليشنز هنقارن الاردينري مصل بتات حاجات. رقم واحد او التغير الميكانيكي يعني ورقم اتنين يعني والله ممكن تستثير عادي ولا مينفعشي استثير بصعوبة ولا لا وهتشوف دلوقتي رقم تلاتة اللي هو الرسم القلب زي ما احنا عارفين هو بيترسم ازاي وناخده تفاصيله في الاسكلات وفي اخر الميديو اللي في كل مكان وفي العملي لحد ما نزهق منه. وفي الاخر نروح على البطنة ونلاقي تفاصيل اكتر بكتير. ما علينا. بيتكتب في كتب يعني. شايفين انتو الكلام ده كله? مش قلت لكم اي انفع يختصر? اي انفع يختصر? طب تعالوا نختصه. والله الاكشن ده اللي احنا مسكينه كده ونقارنه بعتاد حاجات دول بيقسم الى نصفين كمعنى. الاولاني والتاني منطقي قوي. انه هيحصل هنا الكهرباء. فده ليه? عشان يعني كهرباء يعني العضلة هتنقابل. اما ماشي. كده خلصنا من اول نقطة والله الحمد. بس هو كاتب لك هنا او يتتزامن مع لحد البلاتو. كلمة البلاتو ديت. يعني الوقفة اللي كانت طولت الكنتراكشن اللي هتفتكره. ماشي. في احنا مش هنختلف معه. هنكتب البلاتو حلو قوي. بس جيه كاتب لك ادي زي ما احنا اتفقنا ومعه ما فيش مشكلة. احنا ما نزعلهوش. بلص بلاخدر حلو قوي. كده خلصنا من العلاقة الاولى. العلاقة التانية بقى هنا طبعا مصطلح عندنا خلفية عنه. اما فيحصل مع كلمة ديت بتحصل مع بمعنى اضاق مش الكلام ده. لأ. بتحصل بمعنى اضاق مع. ليه? عشان لو فيه او لو فيه يعني هل ينفع لحنا نعمل تاني بالمنطقة كده? يعني ده بلص ده? لأ مينفعش. مينفعش كونتراكشن فوق كونتراكشن. طب لو فيه آه ينفع نعمل كونتراكشن عادي ما هو ده الاصل اللي بيتبعه. تمام? فعشان كده ربنا خلق انه او حرفيا. طب اول ما يعمل ده ده نعمل بس هنحتاج قوة اكتر من الاول. فعشان هنقول عليها نفصل الكلام ده كلمة يعني الزمن او الجزء من الوقت اللي يعني يعني عدم استجابة. طب يعني حرف كلمة ابسليوت. يعني والله قطعي. واكتبوا الكلام ده. يبقى ده الزمن اللي بينفعش يبقى فيه استجابة قطعيا. ابدا. مهما اديتني من مش هنعمل استجابة. طب الريلاتيف. لا يعني نسبي. يعني اه تقدر تديني وعملك استجابة بس تديني قوية شوية عن اللي انت بتدهولي بالعادي. نسبيا اكتب. يعني نسبيا يعني مقارنة بالعادي. ماشي. وبكده خلفنا رقم اتنين كمان. رقم تلاتة بقى وده حفز بحت. ده حفز بحت. حفز. ماشي? حفز بحت. لحد ما ندرس بتفاصيل. ونضيف هنا كده مع والبلاتو. عندنا ورقم تلاتة. اما اتنين بحرف الار بيحصلوا في وقت بحرف الار برضو. و برضو بحرف الار. بصوا انا همسح دي كده. واكتب وبعد نكتب هنا اربعة ار. وبعد نعمل هي دخل اترخم علينا هنا. اما البلاتو الاس تي. الاس تي سيجمنت هو اللي بيعمل البلاتو. انا ممشرحش هنا اي ده كاترة انا بس جاي اضيف ده على الملاخص اللي احنا عاملينه. انا قلت لكم الكلام ده حفز لحد ما ندرسه. اصل هو يعني بس انا مش عاوز بس لغبة الدنيا اكتبوا الكلام ده. اكتبوا الكلام ده عشان همسحه. ده ملاخص هو بالله الحمد. بصوا بقى. احنا عدنا في الاول هنا البي ويف. وبعدين كيو ار اس تي. تمام? تمام. بيقول لك هنا مكتوب تحت يا ريت لو تعرفوا تشوفها مش عاوز تشوفين ولا لا تعملوا زوم كده في التليفون او عالكمبيوتر او عالجهاز بتاعك هنا كيو ار اس. اللي هو من اول كيو ار اس. المطقة ديت كلها بتاع الفينتريكالز. لو عاوزين بتكتبوا المعلومة ديت كمقدما. اما تي هي بتاع الفينتريكالز برضو. يعني هي تنقبض في الاول. فهتعمل لنا اللي احنا شايفينه ده. بعد كده تريلاكس. فهتعمل لنا اللي احنا شايفينه ده. حلو حلو. ما بين الاس والتي. نكتب بلون تاني. ما بين الاس والتي. هنلاقي البلاتو بتاع ده. اهو الحتة ديت كده هي البلاتو. يعني بلاتو يعني كده. ولا طلع فوق ولا حتى نزلة تحت. ديت مستقيبة. حتى في بلاتو تاني هنا. اللي هو بي ار انتربل. ونعرف كل حاجة في وقتها ان شاء الله. هنختلف اكتر من كده خلاص. هنروح على رقم اربعة او موضوع بسيط برضو ان شاء الله. ومش كبير. بص. معناها حرفيا كده. الانقباض صح ولا ايه? يعني في عايزين نخطط اهو ماشي. وبعدين كاتب لك تحت هنا حاجة اسمها انا هسألكم سؤال بدون ما تقرأوا الكلام ده. هاو جاوبوني على السؤال ده بس عشان نعرف نفهم الكلاية. كل واحد وهيكون عنده اجابة مختلفة. بس الاجابة هنا على بسيطة قوي. اكتين بيروح يحب في المايوسين. او الله. هيحبه في بعض فيعبله يعني ديت الياف اسمها اكتين اليافتين اسمها مايوسين مسكوا في بعض عاملوا منطقه وحلو. لكن اللي مانع ان هما ممسكوش في بعض. اللي مانعها ده كاترة حاجة واحدة بس. على مستوانة دلوقتي. حاجة اسمها التروبونين سي. هو ده الشرطي اللي مانع ان هما يمسكوش في بعض. تمام? فاحنا لما نعمل يعني نجيب الكهرباء والاكشن بتاعتنا هندخل القاتل بتاع الشرطي. مين القاتل بتاعنا? الكالسيوم. بيبدأ بحرف سي اهو. هيروح يقتل التروبونين سي. فالتنين يمسكوش في بعض فيحبه في بعض فيحصل حرفيا هما كابل اهو مع بعض. ماشي? اهو ده الكلام على قدنا عشان نعرف نقرأ الكلام. بص نعمل زوم كده. هيسبب في دخول الكالسيوم فيسبب خروج الكالسيوم برضو بس من مصدر داخلي فالكالسيوم سبب في كالسيوم زيادة. يعني ماشي. هيجي الكالسيوم ده ويمسك مع التروبونين سي الشرطي اللي كان منعهم انه يمسكو مع بعض. فيحصل بين الاكتين ومايوسين فيحصل سلايدنج هيتزحلوه على بعض ويعملو وخلص على كده. يبقى مين الحرامي? مين الحرامي اللي راح قاتل الشرطي عشان يسمحو يمسكوه بعض هو الكالسيوم. مين اللي جاب الكالسيوم او السبب في وجوده الاكسيتيشن او الكهرباء. تم نبعد الكالسيوم ده عشان نعمل ايه? بالضبط. لو بعدنا ساركو بلازم ده سايتو بلازم يعني. اول ما نبعده يحصل بس كده كترة مش عايزين نطول اكتر من كده. اتوقع الفيديو طول. لكن الله الحمد احنا ماشيين كويس. يقول لك اول غلطة هنا ده مش قصده خالص قصده هنا يعني نحب نقول عليها وليس عشان ديت قوانين وليست عوامل ممكن تزود او تقلم. ديت قوانين معادة موضوع الانوتروبي. احنا ناخده اخر واحد. ماشي? ماشي. بصوا بقى ما اخدنا في الاكشن متنشل عامة قبل كده. انه انا بكمل بس الجملة. بيقول لك الكهرباء لما تيجي. لاما تسبب او خالص. حتى لو زودت قوة دي مش هتزيد. طب لو قللت برضو مش يحصل اي حاجة. لاما او طور. ماشي نكمل كده عقونين اللي بعديه. كلمة اللي بتنتهي بحرف معناها كلمة يعني مستمر يعني. هل ده ممكن يحصل مع القلب? لا اكيد ما ينفعش عشان القلب كفاية عليه اللي هو فيها. كانت بسبب وجود اللي هي اللي كانت متزمنة مع يعني طالما فيه انقباض مستحيل. قطعي. نعمل اي اكشن تاني. وطالما الموضوع ده طويل فالتتونس مش يحصل. هو التتونس ده مستمر مستمر مستمر. لكن لو في حاجة اسمها يعني مانع اي جاي مفيش. جاي مفيش. مانع التتونس ده. ماشي اللي هو ما بيحصلش في القلب وباختصار. اح مش عايزين نموت هنا. الباقي بقى كله يعني قوانين المباقي يعني اختصرها في جملة واحدة حرفين. هنا بيقول لك يعني ايه العلاقة ما بين الطول وال. هنكتب كده. دي العلمة بتاعتها. كل ما احنا نزود الطول بتاع العضلة كل ما قدرتها ان هي تنقبض هتبقى اعلى. ومنطقي جدا. منطقي جدا. بس كاتب لك اللي هو هنا علشان ده لو زاد قوي 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 ممكن يتقطع. زي ما تجيب استك وتشده قوي 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 من لنس ماكسيمم. عشان الاكتين والمايوسين بيعملوا بريجيس ومش عارفين والكلام ده. كله يعني على مستوى. انحفظنا الاولى دي اللي هو مفيش مشكلة كفاية. وليكن كده. الفورس والفيلوسيتي. يعني العلاقة ما بين القوة او الكاردياك مصل كنتركشن بي السرعة. يعني سبيد او السرعة بديريكشن. يا الفيزيوليجي. قصدي. الفيزيكس. كنت بحب الشحف. ماشي. بيقول لك لو زودنا الفورس اللي هو مقصود الدم. لو زودنا الدم بيعمل فورس على القلب. سرعة ضاخ الدم هتبقى قل. عشان كده العلاقة دي تلنرسمها هنا غلط. العلاقة عكسية. دي كده علامة العلاقة العكسية. منطقي. يعني مسلا لو في شنطة تقيل على الارض. هل هتعرف تشيلها في نفس سرعة الشنطة الخفيفة? لا. كل ما زودنا التقل اللود كل ما كان ابطأ ان احنا نرفع على الشنطة دي او هنا في مصطلحات القلب ان احنا نضخ الدم. تمام? كلمة هنا مقصود بيها الكونتراكشن. اصلا الكونتراكشن بيحصل عن طريق الشورتنينج او الاسر بتاع العضلة. تنقبض وبتقل طولها. خلال انقبضها. ماشي. موضوع بصير لحد دلوقتي واعدين نراجع والله الحمد. وننزل تحت هنا سكر ستير كيس هنا منا ونديج رقم ستة هنا وكله تمام. كلمة ستير كيس سلم هو واحد واقف هنا. ونطلع على السلم يقوم بتكعبل وواقع اه ايه هو ده السلم. بيقول لك يعني لو ادينا ورد تاني ورد تاني ورد تاني هنلاقي ان القلب سبحان الله كل شوية بيزيد قوة ضهره. بيعمل زي السلم احنا شايفينه هنا ده. ليه? هتقول لي هقول لك غلطات. هقول لك ده تراكم الكالسيوم جوه. يعني ده قصدهم هنا يعني الكالسيوم المتراكم. كل ما او الكهرباء تيجي. اللي بيحصل ان الكالسيوم بيخرج من الساركوبلازم علشان يسبب في الكنتراكشن. تمام? بعد كده الكنتراكشن راحت الكالسيوم هيقوم راجع تاني للساركوبلازم. طب لو الاولى جات وبعد كده التانية جات. اللي يحصل مش كل الكالسيوم هاي هيرجع تاني للساركوبلازم. هيحصل اقوى. لحد ما نوصل للمستوى تاني. ما علينا. بس اهم حاجة تعرفتم ان الده مش تتنس. ماشي? وصلنا هنا بقى اكتب لك شو? كاتب لك هنا العنوان التاني. وهو ده العنوان الصح. ماشي قبل ما ندخل عليه بس اه نعرف يعني كلمة تساوي وايوة تساوي حفظا ماشي? ماشي. يعني قدرة العضة القلب هي تديفلوب او معلن اما معلن. ايه الحاجات الممكن تعمل والحاجات الممكن تعمل وباختصار قوي. فاكرين الحاجات اللي احنا اخدناهم بيعملوا تاكي كارديا فوق. هم نفس الحاجات. مش فاكرين الجدول. طب ساني هوريكم الجدول سريعا كده. اهو. والجدول اللي احنا شايفينه هنا ده. بيقول لك في حاجات هتعمل تاكي كارديا حاجات هتعمل رادي كارديا. دي اللي احنا منوها عليها الكورونوتروبيك. بتاعة نفس الحاجات هتعمل برضو تمام? نرجع تاني مكان موقفنا وهنا. ايه الحاجات دي بقى? اكيد والله بتاع 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 اللي هو الادرانين والادرانين والحاجات سيبات الميميتك في كلها. هرمون عكس الانسولين. لقوا ان هو سبحان الله بيقوي قوة القلب كانقابات. والديجيتالز بتاع الهارد فلير. ما هو بيعالج الهارد فلير ازاي? ايه هو الهارد فلير ده? كلمة تساوي تمام? احنا عارفين الهارد بيت كنتينيوس. مش كنتينيوس لي بنقول لكن كادقة عشان نبعد عن مصطلح حتات الناس ولغبطته مع القلب. الديجيتالز بقى ده هيجي تزود يعني هيزود في حصل في القلب. عشان يعني خلاص مفيش خالص. زي ان فيه زي الكافيين والقهوة والشيء والحاجات دي كلها عارفين ان هي برضو بتزود القلب. ماشي? المعلمات دي اتاقل اهمين. بالمقارنة مع صعوبة. اهم حاجة لازم نعرفها هي النوتاية دي. ان ده كالسيوم ده يساوي في القلب. شوفوا بيبدأ بحرف السي يبقى كالسيوم مع سي. ماشي? وعكس الحاجات دي في وانا مش عاوز اتقول اكتر من كده في الفيديو اده كاترة. هندخل على طولها على الاسئلة. هنا يعني حاجاتها تبطأ يعني الجهاز بتاع والنيروترانزميتر بتاعه والاسيطايل كولين والهايبوكس ينقص الني. اكسجين كالسيوم شاند لوكراكت فعنا كالسيوم ده كان بتاع اللي هو معناه بس لما نوقفه هيحصل او مش هيبقى فيه او المخدرات الحاجات المنيمات يعني. والانت لقوا ان بتعمل ما علينا. عم ندخل على الاسئلة يا ده كاترة. وعلى الله يتوكد. نروح بقى هنا على اول سؤال. وبيقول لك دي معلومة كتبتها لكم. مش راح تهلكم من حد مذهب. اتفقنا. اولا انا قفل في الفيديو حاولوا تجاوبوها. ها انهي الاجابة. ثلاثة اتنين واحد هما دول اللي هيوصلوا لحد بتاع القلب. وشفنا المعلومة على بعض مكتوبة في الكتاب وقتلكم ضفوها. الاصل احنا نرجع لها. نبصينا كده ده كاترة هنا هما اللي وصلين. موجودة في صفحة رقم سبعة وثلاثين. اهو كده رقم الصفحة ظاهر معكم صفحة سبعة وثلاثين. ماشي عشان لو هتعلموا عليها. تاني. ونبصينا على الصورة ديت هنا. هنلاقي اهو. والرايت هما الوصلين لحد بتاع الهات. تاني سؤال معنا بيقول لك الاي بي. ان اللي هي واحدة من الاتنين بتاعنا. النود اللي تشو التاني كان والله الاس اي نود. ماشي? ماشي. يقول لك اللي جابة فولس ولا ترو. هنرجع للكتاب. هنبص كده مع بعض. واتفقنا ان الرايت اوف كوندكشن اللي سلوست كان فعلا. الاي في نود سلوست ريت اوف كوندكشن. طب كان البروكنجي فايبر. تمام? تمام. ليه كان سلوست كان بيعمل بيدي وقت للاتريا انه يضخ الدم من. ونرجع تاني للسؤال. يبقى اللي جابة معنا نروح بقى على الاسئلة ديت على الجزء الاولاني من الكتاب. واقف الفيديو وحاولوا تحلوه بنفسكم. هقول اللي جابة بعد تلاتة اتنين واحد. اول جملة ذكرناها. قال. ماشي. سؤال اللي بعديه حاولوا تحلوه برضو. ها. احنا اتفقنا المضاخات بتاعتنا كانت مين? كانت ثم المضاخات بتاعنا. واتفقنا كانت على اساس انه بيضخ الدم على عالي للجسم كله. لكن بتاع السؤال بتاعنا هو على اساس انه بيضخ كمية سابتة من الدم للانج. سابتة مقارنة. طبعا احتياج ممكن يزيد شوية ممكن يقل شوية. لكن هو واحد هيبقى قليل. ونضيف معا عشان ميزعلش اللي اتنين موجدين على ماشي. سؤال اللي بعد كده. بيقول لك بحرف البي. هي لكن ديت اسمي تاني للسيستيميك سيركوليشن او الجينرال او واللي كان بيبدأ معاه كان عشان هو كاتب بروبيل. بروبيل يعني يضخ. يعني او معنا هنا عشان احنا منقول القلب موجودة على ناحية الشمال. اه. ليه? عشان عضلاته اكتر واكبر. فهي اللي هتضخ الدم ونزل مع بعض تحت كده. والسؤال ان دول واقافوا الفيديو هجاوبه بعد تلاتة اتنين واحد. سؤال الاولان. مين هو 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 زي ما اتفعل. اسامي تانية. ماشي? ماشي. ده لكل الجسم. عشان كده هو طبعا في حاجة اسمها الحاجة اسمها مش بس النوعين المكتوبين في الكتاب مش ولا بس. دول. كزا واحد هناخد كل واحد في ميديونه ان شاء الله. ماشي. يعني طريقه. البلمونري هيبدأ من من وبعد كده يتضخ ويرجع تاني يتلم للليفت اتريم. يعني فيش اي واحدة من دول صح. وانا اسف لانا بحل بسرعة عشان الفيديو طول من نا وكمان عشان وراء مشوار تاني دلوقتي. اه الاجابة الاخير معنا هنا. وهنا بيقولك احساب لكم تلات سوائن توقفوا الفيديو وتحاولوا الحلوم نفسكم. تمام? تلاتة اتنين واحد. واخد من اللي هو اسمه ومكتوب في الكتاب. مش فاكرين مكانه? هنرجع سريعا كده سريعا فين فين? اهو هنا. الابي نود والاس اي نود واخدين من الفيجاس. الفيجاس ده هو العصب العاشر. واحد للشمال وتاني اليمين. تمام? تمام. يبقى حلينا ده كده. انا اسف يا داكاترة التسجيل كان فصل مني. لكن وباختصار كده اخر دعوة ده ان الحمد لله رب العالمين. ايواز لميتد ان مي لاست منيتس. سو فورجيف مي هير. نكتب كده الحمد لله احسن الخالقين الرحمن الرحيم.